مركز البراشة الصحي هو المركز الوحيد في عزلة البراشة التابعة لمديرية مقبنة بمحافظة تعز حيث يستقبل يومياً أعداداً كبيرة في مختلف الأقسام لمعالجة المرضى وتقديم خدمات التحصين والتغذية العلاجية بسبب انتشار الأمراض الوبائية كما يستقبل أعداداً كبيرة من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بالرغم من الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا المركز إلا أنه يعاني من نقص في توفير الخدمات الطبية نظراً لغياب الجهات الدائمة والمنظمات عن هذه العزلة ولا يغطي مكتب الصحة والسكان في المديرية احتياجات المنطقة بشكل مطلوب في وقت سابق استبشر الأهالي بتدخل إحدى المنظمات الخيرية لدعم المركز حيث قامت بتقديم المساعدات الطبية وتوفير الاحتياجات الأساسية بالتنسيق مع مكتب الصحة في مديرية مقبنة إلا أن هذا الدعم كان مؤقتاً ولفترة محدودة لم تتجاوز تسعة أشهر ولم يكن كافياً نظراً للوضع المأساوي الذي يمر به المركز نستقبل عشرات الحالات من الأمراض الموبئة ومن حيث أمراض الملاريا وأمراض الكوليرا وأمراض الحسبة وغيرها من الأمراض فنطالب بسرعة التدخل من المنظمات والجهات المختصة تتفاقم الأوضاع في المنطقة وتستمر الأوبئة وتختلف مع اختلاف الطقس والمنهخ ويشكل كادر الطبي من عدم تلقي الحوافز في حين يشكل مركز من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ومغادرة معظم الكوادر بالسبب عدم صرف المستحقات يطالب أهل البراشة الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية سرعة التدخل وإقامة مخيمات لاستقبال الحالات المصابة بالكوليرا كون المرضى يذهبون إلى مستشفى حيث لتلقي الإلاج ولا يستفيدون من مركز العزلة بالسبب عدم وجود كوادر تعمل على مدار الساعة وعدم توفر محاليل ومستلزمات طبية كافية لاستقبال جميع الحالات اشتركوا في القناة